تملأ الآفاق عطراً ونوراً يملأ الآفاق ضياً مفردة الثامنة الصمت قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تعلموا الصمت تعلموا الصمت رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال أبو الدرداء رضي الله عنه تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام رواه الخرائط في مكارم الأخلاق والصمت هو الإمساك عن الكلام مع القدرة عليه وهو قدر زائد عن مجرد السكوت فإن الساكت قد يكون قادراً على إبداء شيء بكلام وقد لا يكون قادراً وأما الصامت فعنده قدرة على الكلام لكنه يلجب لسانه عن جريانه بشيء فإذا اعتاد المرء الصمت صارت هذه ملكة قوية تدل على تمام قدرته النفسانية وكان السلف يتعلمون هذا ويحلصون عليه ويجاهدون أنفسهم عليه وقد قال إياس العجري جاهدت نفسي في تعلم الصمت عشر سنين جاهدت نفسي في تعلم الصمت عشر سنين فهو لم يزل يعتاد نفسه بتذكيرها بالصمت حتى استقامت نفسه فصار قادراً على إمساك لسانه فصار قادراً على إمساك لسانه